موسيقى هذا البرنامج برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس أسعد الله أوقاتكم متابعي برنامج عليكم العافية حلقة جديدة اليوم عن الأسنان نستضيف فيها الدكتور عبد الرحمن جمعة وعنوان الحلقة الرضود السنية والتقويم معلومات جديدة ونصائح حتى لا ندخل في مرحلة التقويم أو نخفف الأزيات في حال حدوث رضود لا سمح الله أهلا وسهلا فيه دكتور أهلا فيه دكتور ضيف عزيز علينا للمرة الثانية في برنامج عليكم العافية بدي منك بس بالدكتور عبد الرحمن جمعة في دقيقة الدكتور عبد الرحمن جمعة خصائي جراحة سنية وجزرية حاليا موجودة بعين تاب دكتور تخرج جامعة حلب تخرج جامعة حلب بسبب سبب 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 أهلا وسهلا فيه دكتور دكتور اليوم بدي منك قسمين القسم الأول هو الرضود السنية نحكي عليها القسم الثاني نحكي شوي عن التقويم نبدأ في الرضود شوف فينا نعرف أو ما هي الرضود السنية الرضود السنية هي إصابات الأسنان والأنسج الرخوة اللسة والشفة وأحياناً حتى اللسان هل الإصابات تحدث نتيجة السقوط أو نتيجة شظايا مثلاً؟ أو نتيجة المدارس يعني يصير فيه ددافع عن طلاب المدارس وتؤدي أحياناً إلى النزف وتعطي شكل مخيف للأهل تماماً هو بصير فيه حال تلعب هل الولاد خيفان والأهل خيفانين دكتور ضمن ممارستك أعتقد ما هي الأعمار اللي يعني بتكثر فيها الرضود؟ بالنسبة للأعمار اللي تكثر فيها الرضود هي فترة الطفولة والعند اليافعين يعني يصير لعب يصير مراح كثير يضربوا بعضون يصير ممكن يسقط من على الدرج بس لكن أكثر فترة هي بين السنة وثلاث سنوات إنسان السبب؟ السبب أنه بهالفترة الطفل يكون عم يتعلم على المشي وعنده حيوية ممكن يصفطوا بثير دكتور في حال صارت في أعمار أكبر تسمى رضود سنية تبقى رضود سنية ويبقى نفس التصرف يعني حتى إذا صار في رضود نتيجة لا التصرف يختلف مثلاً لو صار في رضود نتيجة القزائف أو الرصاص لسع الله أو أي شيء أخر اسمه رض اسمه رض يبقى اسمه رض طيب دكتور في حال صار مع الأهل أي شيء رض وقع المولاد مثل ما تفضل حضرتك أثناء عم يتعلم المشي بالمدرس صار تدافع وحصر رض شو بدون يتصرفوا له هلأ فيه شغلة الأهل للأسف يعني غالباً يأخذوا على المكان الخطأ أنه يأخذوا على ممرض يأخذوا على مشفى يجب أخذوا إلى طبيب أسنان طبعاً دائماً الأهل لما يجيبوا للطفل تنتابوا حالة من الخوف أنه راح تمه والنزف يلعب دور كبير بيعطاء الشكل المخيف للطفل تماماً دكتور في شيء لازم يعلموا بفوره مثلاً أخاف الدم مثلاً ضغط على الجراح أحمل أي شيء ممكن يحطوا الشاشة لكن ما بنصح بالضغط أحياناً تكون الأسنان متقلقلة والضغط ممكن يسبب انغراس للأسنان بجهة الحنكية فالأفضل يحطوا الشاشة وأقرب طبيب أسنان يأخذوا لعندهم مباشرة دكتور لنفرد أخذوا الأهل الطفل إلى ممرض أو إلى أي مكان آخر واشتغل أي شيء اشتغلوا في حال أخذ بعد فترة لطبيب أسنان هل يمكن إصلاح مثل ما بقوله واللي صار دكتور نحن يهمنا شغلتين أول شيء العظم الفكي والعظم السنخي لذلك يجب إجراء صورة شعاعية بسيطة للحالة لتقييم الحالة ثاني شغلة الدم يقاف الدم والنزف فينا نصرف بعدين بأرياحية تمام يعني فالمشكلة موضوع الدم عم يخوف الأهل كتير ويفكروا أنه متلاً صار نزف صار لهو الوضع طبيعي جداً عجب هالإصابة تكون ضمن الأنسج الرخوي ضمن الأسنان فيه غيراس بالأسنان نحن يهمنا ناحية الثالثة وهي مهمة الحفاظ على برعم السن الدائم إذا كان طفل هالسن الغرس سبب غيراس أو أزية لبرعم السن الدائم هذه الأمور لازم نعمل صورة شوعية بسيطة حتى نتأكد من حجم الإصابة تماماً معناتها دكتور لا يمكن في العلاج بدون الصورة الشوعية البسيطة أفهم من كلامه كأسعافي إذا ما في طبيب قريب بس نحن ضمن المناطق المحررة يعني ممكن يحطوا شاشة وشغلة لكن يجب إيصال إلى أقرب طبيب وبأسرع وقت ممكن طب دكتور لو إيجاك حالي بننصره شعي ممكن أن تتباشر فيه علاج الطبيب المتمرس يقدر الحالة بشكل جيد ويقيم الحالة نحن ننتبه على شغلة وحدة إذا كان السن انكسر بشكل جزئي غالباً هذه الإصابة تمتص الصدمة لكن في بعض الحالات لا يحدث فيها كسر بالأسنان فتكون الإصابة على مستوى الجزر وهنا المشكلة تصبح أصعب كثير جداً تماماً ممكن تكون مخفية مخفية وكسور الجزر غالباً تكون صعبية ممكن تكون مخفية دكتور يعني مرة سمعت أو أحياناً حالات الأهل بيعتمدوها ومعتمدي إعادة غرس السن إنه بقول لك السن إذا بقع غرسه وخد الولد على الدكتور يكمل فشو برأيك هاي أو شو هالتسميتة الطبية شو هي هلأ بالنسبة لغرس الأسنان إعادة زرع للسن اللبني ما بنصح فيها نهائياً لأنه إعادة الزرع قد تؤذي برعم السن الدائم دائماً السن اللبني يكون على ارتباط مباشر مع برعم السن الدائم أما عند الأسنان المبدلة يعني الأطفال بين السبعة والثمان سنوات يبدلوا الأسنان الأمامية فنلجأ إلى إعادة زرع السن لكن ضمن شروط محددة أول شيء همنا عامل الوقت ثانياً التلوس أو التجرسم ثالثاً السرعة بإنجاز العمل وإجراء المعالجة للسن لأنه السن متى ما طلع برات الفم صفى اسمه جسم غريب طيب خلينا نأخذه واحدة وإحدة كثيراً هالعوامل شو أصدق فيها؟ يعني التلوس والرور والوقت الآن السن إذا طب مثلاً أو خلع يجب وضعه في مصر الفيزيولوجي أو في حليب تمام أو في أقل تقدير ماء مقتر ريث ما نصل إلى الطبيب تمام أما إذا استمر أكثر وتلوس بدون ما نحفظه بمحلول فيزيولوجي أو بحليب فأعتقد أن العملية فاشلة لأنه أربط السن اللي موجودة على الجزر حتماً يصيب التفكك النسيجي يعني أول شيء أنت لا تنصحها في ناحية الأسنان اللبنية ما بنصح فيها في ناحية الأسنان اللبنية في ناحية الأسنان اللائمة نحفظها في ماء أو حليب وبأسرع وقت وبأسرع وقت وثالثاً إجراء المعالجة للسن حتى لا يتعفن تمام طيب دكتور سمعت عن شيء اسمه الجبائر السنية ما هي؟ هلأ في حالات الرض يصير عندنا تخلخل بالأسنان نتيجة تأزي للسه تمام الأزل اللي صاير باللسه يسبب حركة بالأسنان حركة من الدرجة الأولى أو الثانية هذه الحركة نتيجة تأزي الرباط وتأزي العظم السنخي نلجأ لوضع جبائر من مادة الكومبزة الضوء أو مادة تانية الغاهية هي تثبيت السن وحتى يتشكل أربطة جديدة أنه الرض عبارة عن نزع أربط السن بشكل كلي أو جزء طب هاي في حالتين الأسنان اللبنية والدائما نلجأ إلى الجبائر؟ الأسنان اللبنية والدائما نلجأ إلى الجبائر الأسنان اللبنية بالشكل بسيط نعمل مثل الحشوات نوصل الأسنان ببعضها السن السابت يفيد فيه تثبيت السن المتحرك إلى حد ما طبعا يجب الاعتماد على السوائل في هذه الفترة ريت ما تتشكل أربطة دكتور هلأ أنت قلت لي في شيء كسر داخلي أو ممكن يكون كسر سن أو ما شابه وفيه كسر جزئه هل فيه اختلاف بين هذه المصطلحات هلأ لما يأكل سن ضربة حتماً بده يصير ردة فعل ردة الفعل تظهر على مستويين أما المستوى الخارجي تماما اللي هو التاج السن أو الجزر فإذا كان على مستوى الخارجي غالباً ما تكون الإصابة هي امتصت عن طريق التاج يعني ما في أزب الجزر تمام باستثناء توسع المسافة الرباطية يعني توسع محل السن ضمن السنة أما إذا لم يحدث كسر على المستوى الخارجي غالباً يكون أزيه على مستوى الجزر الإصابات الأصعب هي الكسور على مستوى الثلث العميق من الجزر تماما يحدث فيها انكسار تماما دكتور يعني أنت تنسى أن كل ما الولد أكل ضربي أو صار في ألم بسنا يراجع لأنه ممكن يكون في كسر داخلي ما ظاهر هلأ الكسر إذا ما في كسر إذا أيكل ضربي قوية وفي تهتك بالأنسجي تماما والسن متغير لونه وفي ألم تماما وما في كسر خارجي حتما يكون عنده أزع مستوى الجزر أو العظم الفكي أو السنقي تماما هون لازم نراجع الطبيب لازم نعمل صورة ونراجع طبيب بدي أسألك الصورة تشخص هذا الموضوع إلى المعالجة العصب بشكل بسيط لأنه نحن الغاية نحتفظ بالسن مشان يحفظ مكان السن الدائم اللي تحته بالنسبة للأسنان الدائمة يصار إلى معالجتها بالحشوات التجميلية أو بسحب العصب وتتويجها تماما تماما معتنا الموضوع في سحب عصب غالبا إذا كانت الإصابة يعني كبيرة بنا نضطر لسحب الحفاظ طيب دكتور بعد الفاصل نتكلم قليلا عن التقويم تقويم الأسنان متابعين الأكارم بعد الفاصل نتابع مع دكتور عبد الرحمن الجمعة عن تقويم الأسنان متى ننشأ له وكيف نتلافى وإيصال الطفل أو إيصال الإنسان إلى مرحلة التقويم واعتماده على التقويم أبقوا معنا هذا البرنامج برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس متابعين الأكارم هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة حلب اليوم برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس حلقتنا هذا اليوم عن ضب الأسنان تكلمنا في القسم الأول عن ردود السنية وكيفية التصرف وكيف يعتمد طبيب الأسنان في معالجة الرد إن حدث لا سمح الله القسم الثاني سوف نتحدث عن التقويم دكتور تقويم الأسنان شو أنواعه كيف يصنفوطه بالأسنان أول شيء التقويم هو عبارة عن أجهزة مشان تصحيح خلل الأطباب أو بتصحيح وضع الفك الأجهزة فيه نوعين أو ثلاث أنواعنا بعتبرها فيه عندنا أجهزة متحركة وفيه عندنا أجهزة ثابتة كمان إلها نوعين داخلية يعني داخلية مشان ما تبين وفيه أجهزة خارجية طبعا هي ثابتة الأجهزة الثابتة بالنسبة للجهاز المتحرك هو جهاز إلو مثلا إذا كان علوي إلو مثل تقب الأسنان إلو قبة حنك يركبو له موسعات يركبو له نوابض الغاية منه جر بعض الأسنان نلجأ إليه في حال جر بعض الأسنان يعني ما تكون المشكلة شاملة لمعظم الفك أو حالات الأسنان المشكلة اللي عم تصير فينا غالبا يكون خلل بين حجم العظم القاعدة وحجم الأسنان هذا الخلل يؤدي إما إلى البروز أو وجود فراغات بين الأسنان فإذا كان هذا الخلل على مستوى بسيط نلجأ للجهاز المتحرك لكن إلو سلبيات كثيرة طبعا هذا لازم ينشال وينحط ويتنظف هذا شيء كويس السلبيات إنه دائما بده متابعة دورية عن طبيب وبالإضافة إنه بده تنظيف يعني لما يطالعوا الطفل لازم ننطفه نعلمه كيف ينطفه نشده يعني بده متابعة طويلة دكتور قيمت بأي عمر أنا بستخدم تقويم الأسنان وأنه خلاص صار لازم تقويم الأسنان هلأ العمر اللي نكشف فيه الحالة نعم الحالة تظهر نفسه غالبا في عادات سيئة مثلا عنده ماس أصبع هاي متلازمة من عمر أربع سنوات ثلاث سنوات تبين لكن يعني بعمر ثمان سنوات تقريبا يصير عنا توزع بين الأسنان الدائمة واللبنية يكون اكتشاف الحالة واضح وجلي لكن العمر المناسب للتقويم هو العمر اللي يرافق فترة النمو الفعال أو فترة النضج تماما بين الإداع السنة وأربع طاعة السنة حسب المنطقة أو مرحلة النضج تمام دكتور كيف أنه تلافى الآن الوضع يعني وضع كثير من السوريين ما في استعداد وأحيانا ما في إخصائي وما في استعداد مادة لورع التقويم الآن كيف تلافى أن يوصل الإنسان أو الطفل إلى مرحلة ما نحط تقويم هل يوجد شيء هناك اسم تقويم وقائي؟ نعم يوجد شيء اسمه تقويم وقائي لكن هذا يعتمد على أول شيء برنامج غزائي تماما يجب الابتعاد عن أطعم اللصاقة لاحتفاظ بالأسنان اللبنية رئيس ما يتم تبديله عدم قلع الأسنان معالجة الأسنان اللبنية لأنه إذا قلعنا الأسنان اللبنية سيحدث ميلال الأسنان المجاورة وربما تبزغ الأسنان الدائمة بوضع الشاز أو لا تبزغ تبقى منطمرة فبقاء سن منطمر يعني وجود فراغ بالأسنان المجاورة سواء من طرف اليمين أو من طرف الشمال هذا يدخل طبعا زيارات الدورية لطبيب الأسنان فاحصل مراحل تبديل الأسنان اللبنية لكل سن في عنا شيء اسمه مرحلة معينة مشان التبديل أو تغيير الأسنان لازم نعرف مثلا لحد الأقصى في أحيانا أسنان لبنية تم بيزغة بدون ما تنقلع كمان لازم ما نقلعها يجوز ما يكون فيه تحت برعام سن دائم فهذا كله يدخل ضمن إطار البحث التقويم الوقائي دكتور هل هناك عادات مثلا عند الأطفال مصد اسمه يروضع الألم بالتم قضم الأظافر تمام شو هي العادات بالضبط من أسوأ العادات هي عادة مص الأصبع تمام تسبب عضة مفتوحة طبعا حسب وضع الأصبع رح يصير وضع إغلاق الفم يصير عنا فتحة تتناسب مع حجم الأصبع تماما تماما دكتور شو هو إلى حل هاي المشكلة والله هوني الطفل يجب أول شيء تهيئته نفسيا يعني غالبا يلجأ الطفل إلى مص الأصبع نتيجة عدم تلبيت رغباته خاصة لدى الأطفال المدللين ونحن حاليا الأطفال أغلبهم يستخدموا أجهزة يعني أجهزة موبايل وشغلة فلما ما تعطيه جهاز عم يمص أصبعه آهام تماما يجب تهيئة الطفل وإذا مثلا أحيانا نلجأ إلى ربط اليد اللي يمص فيه أصبعه وغالبا نصير بالليل كمان بدون ما أحد يحس تماما دكتور في حل الموضوع أنا سمعت أنه أحيانا في بدلات تركب للطفل شفافة حتى ما يمص أو ما يجب في شيء من هذا الكلام المشكلة البدلة الشفافة بالليل ما نحسن نتحكم فيها وبنهار هو يعني نحن فينا نتحكم بالطفل فغالبا مص الأصبع يصير بالليل يفيق الطفل وعمر ثلاث سنوات خمس سنوات يلجأ إلى هذه الظاهرة لتسبب عضة سيئة جدا يعني حتى إصلاحه تقويمي أن يحتاج إلى وقت طويل دكتور العضة على الألم العضة على الألم وقضم الأظافر كمان من العادات السيئة جدا هل ممكن تسبب أنه يحتاج تقويم؟ يسبب فتحة دائما الضغط المستمر يسبب فتحة على مستوى الأسنان يعني حتى المدخينين تنتبه محل ما بدخنوا أو يحطوا سيكار يصير عنا شيء يسمه فتحة آه تماما دكتور كتكاليف للتقويم وسطيا كم تقدر؟ الآن بالنسبة للكلفة للتقويم تختلف حسب المنطقة يعني طبعا حسب الطبيب يعني حسب خبرة الطبيب طبيب المختص يحدد الكلفة يعني بالنسبة لأنه هنا بتركيا لا يعني تنزل عن ألفين لتركيا يعني تقريبا حوالي 500 دولار هاي المرة الواحدة مع المراجعات ولا كيف يعني بين محصن كم؟ هو المبلغ يعني يتوزع على جلسات يعني يدفعوا قسم بالأول وبعدين على جلسات يعني يعني كل جلسة مثلا يدفع دفعة يعني مبلغ كبير ولكن يمكن تحاشي هذا المبلغ يمكن تحاشيه بإجراءات بسيطة جدا يمكن تحاشي هذا المبلغ وفي أحيانا حالات لا تحتاج إلى تقويم ناحية كثير بنبع عليها أحيانا يصير عنا خلل بسيط يتصلح نتيجة التقدم يعني مثلا واحد عمره 8 سنة وقت بالأطناع السنة راح يصلح عنده هذا ما بحتاج إلى تقويم فنحن ممكن الحالة بنده تقويم يعني يجيني أهالي بدي يعملوا تقويم وبنتهن ما فيه شيء أو ابنهن ما فيهن شيء فأصفت التقويم كمان موضة ها ها ممكن وارد جدا وارد جدا فأنا بنبه الأهالي الحالة التقويمية تبين تبين بالصورة تبين بالصورة الطبيعية تبين بالخل الأطباقي في عنده عضة مفتوحة في عنده بروز بين الأسنان في عنده تراكم الأنياب مثلا بارزلة الخلف في عنده أسنان منطمرة كل هالأمور تلعب دور كبير في تقرير الحالة التقويمية طيب دكتور أخذ القرار في وضع تقويم أو لا من يقرره يعني هل طبيب الأسنان العادي أم طبيب أسنان متخصص تقويم بالنسبة للحالات البسيطة فيه طبيب الأسنان العادي يقرر فيه وفين هو يستمر يعني فين هو يشتغل للتقويم ويستمر فيه طبعا لازم كمان يكون فيه التزام من الأهل تمام طيب في حالات معقدة تتطلب اختصاص تقويم في حالات معقدة تتطلب اختصاص تقويم وحيانا تقويم جراحي تماما ايه التقويم الجراحي هو من أبشع أنواع التقويم تماما يعني أحيانا يكون عندك بروز بالفك السفلي على مستوى كبير جدا تماما فنضطر مثلا لعملية قطع الفك عملية جراحية صعبة ومعقدة هاي تماما وتسبب لها مشاكل يعني تماما طب دكتور شو هي الأسار الجانبية للتقويم الأسار الجانبية التقويم متحرك طبعا نشيله ونخسله وأوكي أمور تمام لكن التقويم السابت محل الحاصيرات والتيل تسبب تراكم الفضلات الطعامية وممكن تسبب التهابات لسوية وغالبا بالفترة الأولى يحدث صعوبة في الأكل لبين ما يتعود المريض عليها فهل التهابات يعني تكون على مستوى اللسة ممكن تسبب تراجع باللسة ممكن تؤدي إلى تغيير في لون الأسنان بسبب صعوبة التنظيف تماما تماما دكتور قبل أن أختم البرنامج ما بعرفت إذا عندك شيء ملوحظات أنا ما غطيتها في الأسئلة عن التقويم هلأ فيه بالنسبة للتقويم السابت فيه نوعين له فيه عندنا معدني تمام المعدني يظهر بشكل خارجي وفعاليته جيدة جدا طبعا هذا يسبتو بحلقات وحاصرات ومنها الحكيم وفيه عندنا تقويم شفاف تقويم الشفاف من مادة بلاستيكية الغاية أنه يعني ما ببين قدر الإمكان لكن فعاليته أقل من فعالية التقويم المعدني تماما بس يمكن من شأن الجمالية ناحية جمالية وخاصة عند البنات تمام الله أعطيك العافي دكتور نتمنى إن شاء الله استضافتك بشكل دائم لإعطاءنا معلومات عن الأسنان وقليل مما تلاحظه في خبرتك في العيادة وتابعين الأكارم برنامج عليكم العافي ليس فقط على التلفاز نحن نصف ساعة أسبوعيا موجودين على الفيس يتم تحميل الحلقة على الفيس وعلى وسائط الميديا الأخرى أيضا هناك تطبيق للقناة يمكنكم مشاهدة الحلقات بشكل مباشر البث الأولي للحلقة الأسنين الساعة الرابعة والنصف ويعاد تقريبا بشكل يومي وأحيانا مرتين نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم معلومات مفيدة ونلقاكم بخير والسلام عليكم